ما حكم الأضحية الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأضحية سنة مؤكدة نعم ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها ولكن الجمهور الأكثر على أنها سنة وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بل لم يترك الأضحية صلوات ربي وسلامه عليه لذلك لا ينبغي لأحد يسر الله له وأعطاه من المال أن يقصر في هذا الباب ولذا جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له الأضحية واجبة فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فعاد السؤال وقال أهي واجبة قال قلت لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يعني التزم بهذا وقد ذكر الإمام الترمذي أنها سنة عن عامة أهل العلم أنهم يقولنها سنة وذكر ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى هذا الأمر قال لا ينبغي لأحد يسر الله له أن يترك الأضحية وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشوة وأراد أحدكم أن يضحي فبين على أنه إذن باختيار الإنسان يضحي أو لا يضحي فهي في الصحيح سنة مؤكدة ولا يوجد دليل صريح على أنها واجبة والعلم عند الله جل وعلا